تجعل أليم التي صدمت الجزائريين حيث توفي أمس الممثل والفكاهي الجزائري أحمد بن بوزيد واسمه الفني الشيخ عطلة في حدث مرور بولاية غردايا ويمثل الشيخ عطلة وهو من موليد الإدريسية بيالجلفة سنة 79 ألف إحدى الأسماء الفني الجزائري البارزة في عالم الفكاهة وقد اشتغل الفقيد سابقا كمنشط ثقافي بالقناة الثالثة الإذاعة الجزائرية قبل أن ينتقل إلى الفكاهة في عدد من القنوات التلفزيونية وقام الفقيد بأدوار في مسلسل وفيلم التلفزيونيين كما كان نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وعرف بمدخلتي النارية ذات الطابعي الشعبوي أين عبر عن آهاتي وألامي سكاني الجلفة الذين انتخبوها إن لله وإن إليه يراجعون هذا وتحصل تلفزيون النهار على آخر صور الملتغطة للمرحوم الشيخ عطلة دقائق قبل وفاته في الحادث الأليم الذي وقع على بعد 32 كيلومتر عن مدينة زلفانة بغردايا وتظهر الصور الشيخ عطلة رفقة عدد من المواطنين المعجبين به والذين التقطوا الصور معه أثناء توقف سيارة الأجرة والتي كانت تقله بأحدى المطاعم التي تقع في مخرج مدينة زلفانة دقائق قبل إقلاع سيارة التي شهدت حادث مرور أليم بعدها هذا وفور ورود الخبر تفعل الجزاريون عبر مواقع تواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك مع خبر رحيل لمحبوب الجزاريين الفنان الفكاهي أحمد بن بوزيد حيث سارعوا لترحم على روحه وتذكير بخصاله من خلال نشر صوره على صفحات الفيسبوك البعض من النشطاء وصفوه بصاحب الابتسام البدوي الصادقة وحنجرة الفن الصحراوي الأصيلة ولسان المواطن البسيط آخرون أعادوا نشر صور جماعتهم بشيخ عطلة مذكرين بمدى توضعه وطيبته بحيث وطيبته مع طول